بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم سنة ربعة كل سنة وإنتوا طيبين هنبدأ مع بعض المنهج الجديد بتاعنا Connect هناخد هنا Primary 4 يعني 4 ابتدائي هنبدأ Unit 1 الوحدة الأولى Lesson 1 الدرس الأول تعالوا نشوف الوحدة بعنوان إيه الوحدة بعنوان I feel good يبقى I feel good يعني أنا بخير تعالوا نكمل مع بعض نشوف أول حاجة بتبقى عندي vocabulary الفوكابلري اللي هي الكلمات الجديدة في الدرس عندي أول كلمة طعام food 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 كلمات سهلة وحروفها قليلة سهلة أنها تتحفظ food وجبة اللي هي الفطار أو الغداء أو العشاء meal 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 الفطار الأكلة اللي بناكلها الصبح اسمها breakfast 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 lunch 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 عشاء dinner 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 خاص أو مميز يعني حاجة خصوصة كده special 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 ما تقولش special لا special من ضداء اللي هي الترابيزة table 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 لذيذ بالنسبة للطعم delicious 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 هتقول حروفها كتيرة وصعبة في الحفظ لكن هتقسمها ازاي deal d-e-l-i-c-i بعدين اخرها user هتقابلك صفات كتيرة أخرها reduce دي بقنا نقولها تاني d-e-l-i-c-i دي طريقة حفظها دولة كنا اخدناها في سنة ثالثة فلاح نكمل مع بعض الدرس بتاعنا الدرس عبارة عن محادثة طويلة شوية بين ماجد ومامته تعالوا نشوف الأم بتبدأ بتقول إيه يعني الغداء جاهز ثاني يعني أنا صنعت طعام مميز أو خاص لنا ماجد قال لها هنا لكس بمعنى يبدو إحنا أخدنا لكس لوحدها بمعنى ينظر لكن لما بتبقى بعدها صفة يعني يبدو يعني هو يبدو لذيذ يقصد بإت الطعام مم قالت له إيه ويتش فود ويتش هنا لازم تتحفظ طبعا بمعنى أي أو أيهما أي اللي بخيرك بين حاجات كتيرة أنا أقول لك ويتش يبقى ويتش لازم ييجي بعدها قسم لازم ييجي بعدها حاجة ويتش فود أي طعام ويتش فود comes from our country do you think يعني أي طعام بييجي من بلدنا يعني أي الطعام اللي بتنتجه بلدنا تعتقد كده قال لها I think we grow rice in Egypt I think we grow rice in Egypt أعتقد وإحنا بنزرع رز في مصر قالت له yes that's right yes that's right what else what else يعني ماذا أيضا يعني في إيه كمان قال لها I think we raise chicken in Egypt I think we raise raise يعني إيه raise يعني ربي إحنا بنربي checken اللي الفراخ in Egypt checken اللي الدجاج أو الفراخ قالت له yes and tomatoes tomatoes اللي الطماطم and onions اللي هو البصل يعني كمان الطماطم والبصل Egyptian farmers produce many things Egyptian farmers يعني الفلاحين المصريين produce many things produce many things يعني بينتجوا حاجات كتيرة you see on this table you see on this table يعني أنت بتشوفها على الترابيزة دي المنددة دي let's eat let's eat يعني هيا نأكل ماجد قال لها yum yum هنا يعني لذيذ الطعم دي كانت المحادثة بين ماما وماجد المفروض راه تاني listen استمع بس lunch is ready I made some special food for us mom it looks delicious which food comes from our country do you think I think we grow rice in Egypt yes that's right what else hmm I think we raise chicken in Egypt I think we raise chicken in Egypt yes and tomatoes and onions Egyptian farmers produce many things you see on this table let's eat yum بعد ما قرأت المحادثة في سؤالين على المحادثة دي تعالوا نحليهم مع بعض عندنا listen again استمعنا مرة تانية what meal are they having what meal are they having يعني ما الوجبة اللي هما بيتناولوها خلي بالنا have بمعنى يمتلك بس مع الوجبات بمعنى يتناول الوجبة اللي بيتناولوها عند breakfast lunch dinner طبعا هما كانوا بيتناولوا واجبة lunch الغداء number two what does the verb produce mean what does the verb produce mean verb produce ده ينتج ينتج يعني ايه عندي في جملتين يا ترى دي ولا دي to keep and feed chicken to get eggs and meal يعني keep بمعنى يربي وبرضو كلمة تانية raise بمعنى يربي ينتج يعني معناها ايه ان احنا بربي ونطعم الفراخ علشان تجيب لنا بيد ولحمة ولا to build houses for chicken to grow healthier يعني نبني بيوت للفراخ علشان تنمو بطريقة صحية طبعا ننتج يعني بنأكلها والربيها علشان تنتج لنا البيض واللحمة يبقى هي الاولى number three what does magic think about the food what does magic think يعني ما رأي ماجد في الفود ايه رأي ماجد في الطعام طبعا رأيه انه كان delicious اللي مامته it is delicious او it looks delicious هنا هقول it is delicious انه لذيذ وممكن تقول it looks delicious يبدو لذيذ نكمل مع بعض هنا الدرس عندي في فكهة واخدار نقرأهم مع بعض عناب grapes 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 manga mangos mangos manga ya واحدة mango لغاية حرف الO potatoes 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 leban milk milk fresh chicken chicken بطيخ watermelon watermelon mousse bananas bananas rose rice rice بصل onions 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 قصب السكر له القصب اللي بيتمص او يتعامل عصير اسمه sugar cane sugar cane sugar cane ايه الكلمات لازم تتحافظ هيجع عليها تمرين حالا في معلومة في كتاب المدرسة بتقول لي did you know did you know that in japan you can buy a watermelon that looks like a pyramid يعني هل تعرف ان في اليابان ممكن تشتري بطيخة تشبه الهرم احنا عندنا البطيخة يا اما مدورة يا اما بيضوية لكن في اليابان بيزرعوا بطيخة على شكل هرم looks like ادي كلمة عندي هنا looks like يعني تشبه looks like ابرمت دي معلومة شكرا على المعلومة تعالوا نكمل معا بعض تاني find out اكتشف ده في كتاب المدرسة what other animals do farmers raise in Egypt يعني ايه الحيوانات الاخرى اللي بيربوها في مصر يا ترى بيربوا ايه بيربوا معزة بيربوا بقرة معزة يعني ايه goat بيربوا بقرة cow بيربوا حمور donkey بيربوا حيوانات تاني قعد بقى قولهم مع نفسك هنا بيقول لي تاني what foods do we produce in Egypt تفكر كده ايه الاطعمة اللي بننتجها في مصر لسه واخدت دلوقتي حالا اه اطعمة عبارة عن فواكه وخضار زملية هردت عليها قتلها we produce vegetables like خضروات مثل ايه الخضروات gazar carrots potatoes potatoes وعندي طبعا خضار كتير احنا اخدنا قبل كده تعالوا نكمل مع بعض داخل لدي هنا جاب لحاجات وهكتب اسمكها تحتها هنا بيخد من المستطيل ده وااااااا اكتب تحت السور انا مش عايزاكوا تاخدوا من المستطيل عايزاكوا تبصوا للصورة وتشوفوا ايه الصورة دي اول حاجة get chicken فراخ مكتوبة get chicken طب وده ايه ده عنب يعني ايه عنب grubs يبقى هنكتب كلمة grubs طب ده ايه هو الصورة مش باينة كويس بس ده عبارة عن لبن لبن اسمه ايه ملك وده عندي هنا بصل بصل اسمه ايه البصل انيانز انيانز حلوة في حفظها حرف جر ان وبعدين ان وبينهم في النص اي والاس بتاعت الجامع يبقى ان واي وان بس في النط انيانز انيانز عندي ده ارز ارز او رز اسمه رايس ده شكل بطاطس معلش الصورة مش واضحة قوي بوتاتوز عندي هنا موز اسمه ده شكل موز اسمه ايه الموز بنانز ده صورة مانجا مانجا يعني ايه اخدناها مانجوز ده قصب السكر اللي هو القصب متقطع حتة ده هي علشان نمصه اسمه ايه شوغر كين شوغر كين عندي هنا بطيخ اسمه ايه البطيخ واتر ميلون واتر ميلون بطيخ مواتر ميلون تعالوا ناخد تمرين كمان عندي هنا اختيارات نقرأ الجملة كويس نقرأ الجملة ونقرأ الاختيارات كمان نمبر وان نمبر وان نمبر وان نمبر وان قلت هاف لترجمها بمعنى يتناول او يأكل او يمتلك بناخد ايه في الصباح سناك لانش بريكفاست دينار في الصباح بنتناول الفطار اللي هو بريكفاست بريكفاست اللي هو الفطار 2 food comes from our country do you think food comes from our country do you think يعني ايه اي طعام بيأتي من بلدنا our country يعني دولتنا او بلدنا هنا عندي what which where why كانت الام سألت السؤال دل ماجد وقالت له which food comes from our country 3 rice and chicken are my favorite rice and chicken are my favorite الرز والفراغ دولة ايه المفضلة عندي sport hobby meal days sport يعني رياضة hobby هوية meal وقبة days ايام طبعا الرز والفراغ دولة وقبة المفضلة اللي هي meal 4 I like mangoes because they are I like mangoes because they are انا بحب المنجا لانهم ايه عندي الاختيارات delicious bad nasty horrible عندي هنا delicious طبعا لذيذ bad سيء nasty حقير عندي horrible فضيع هنا بحب المنجا علشان هي delicious لذيذ 5 let's some rice let's some rice مامة ماجد قالت له ايه let's say eat eats eating eat لما تقبلك كلمة let's يعني هي بناء بعدها الفعل بدون اي اضافات والفعل بدون اي اضافات اللي هو eat 6 we rice in Egypt we rice in Egypt نحن الارز في مصر بنعمل ايه للرز grow make take get نحن نزرع الارز في مصر يبقى يزرع اسمها grow 7 my grandmother chicken in the roof my grandmother chicken in the roof جدتي بتعمل ايه للفراخ في السطح in the roof يعني في السطح فوق rises raises roses restarts اخذنا يربي اسمها raises بالنسبة لان جدتي مفردة اخذت raises فيها s in Egypt we like having sugar ايه اخذناها sugar can con can can't اخذنا قصب السكر اسمها sugar cane تعالوا نكمل مع بعض هنا عندي كلمات من فوق ومحادسة هقرى المحادسة وشوفها الكلمة اللي نقصة اخذها من فوق mom وماجد lunch is ready i made some special food for us mom it delicious يبدو لذيذ يعني ايه it looks delicious which food which food comes from our country do you think الله i think we rise in Egypt بنعمل ايل الروز لسه اخذناها raw يعني ازرع yes that's right else ماذا ايضا اسمها what else what else يعني ماذا ايضا i think we chicken in Egypt i think we chicken in Egypt اخذنا يربي بالنسبة للحيوانات اسمها raise raise تعالوا نشوف كمان سؤال وده اخر سؤال معنا النهاردة read and circle the odd one out السؤال ده جديد علينا السنة دي عبارة عن اربع كلمات فيهم كلمة مختلفة عن التالت البقيين يعني ممكن يكون مثلا ثلاث الوان والكلمة الربعة مش لون او ثلاث ايام من ايام الاسبوع او مثلا اسماء او طبعا ظهرت جدا جدا واضحة عندي هنا موز ومانجا وعنب المختلفة فيهم اللي هي الفطار الغداء فطار ملك لبن عشاء طبعا المختلفة ظهرت جدا اللي هي ملك لبن ثري ثينك ملك تي جوس ثينك يعني يعتقد او يفكر ملك لبن تي شاي جوس عصير ظهرت جدا هنا عندي ثينك السؤال ده لازم اكون حفظ الكلمات علشان اعرف اختار الكلمة المختلفة تعال نترجمهم مع بعض يزرع هيا بنا يصنع ينظر او يبدو المختلفة طبعا ظهرت اللي هي لتس لكن دي افعال فايف تشيكن رايز بوتاتوز ايجيبت تشيكن فراخ رايز روز بوتاتوز بوتاتوز ايجيبت مصر طبعا المختلفة مصر علشان دي دولة اما دولة اكلان انا كده خلصت الدرس وحلت عليه تدريبات يارب ان شاء الله تكونوا فهمتوا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار بالدس التاني وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة